سلام عليكم. دلوقتي المسألة الرقم 6 عندي في المتحان 2019. كان مديني مسألة عطوب بالرسبكتف بالشكل ده. مسجد. والمسجد ده مديني ابعاده. مديني البلان بتاعه ده. مسافة دي 12 متر. كان ثلاثة. بقى مسافة دي تمانية. وفي الاليفيجن عندي الارتفاع هنا كان تمانية. والمأزانة عندي نرفع الحد هنا 16. ونخد جزء من الفو كامب اربعة كمان زيادة. طيب هو كان المسافة بينهم 30 متر. طيب وده يلي ايه? يبقى انا دلوقتي عندي المسافة بينه 30 متر. والمسافة العبادة عن الارتفاع بتاعي. ده كان ثمانية. يبقى نصه كامب اربعة من هرس من الارتفاع طيب خلاني نبدأ نرسم الجزء العليمين ده خلاني نقسمه اربعة اجزاء في الواجه الاورنية دايد. اللي يبقى تقرر زيادة هنا. في واجهة في النصه ما بينه. طيب خلاني نبدأ نرسم الجزء العليمين ده خلاني نقسمه فيها باب. وفي انا في الاخر جزء بتاعيه المأزانة. طيب الواجه الاورنية دايدة فيها ايه? شباك بي يبدأ من مسافة واحد متر وكده عرضه اثنين متر وكده بنهايته كام واحد. يعني التوتل داربعة. والارتفاع ده كان ثمانية. يبقى خليها نرسم. هايد زيرو. ده زيرو كده. والهايد بتاع ثمانية. يبقى لازم ايز ثمانية. يبقى المسافة دي كده كان. دي كده تمانية متر. ثمانية متر. طيب نرسم بقى الارض بتاعي. هادي واحد. هنروح لفانيشين بوينت المعاكسة. ثمانية اثنين. ثمانية مسافة واحد متر. يبقى ده كله كام أربعة. تمام. خليها نخففه برضو. طيب انا غارت بس الخلفية عشان تبقى ايه? عشان تبقى باية. طيب خففنا كمان خطوط العام. طيب خليها نرسم بقى الواجهة بتاعتي. يبقى الواجهة بتاعتي بتبدأ من نهيته هنا كده. طيب الشباك بتاعي بدء منها ارتفاع واحد متر. دعوا الشباك وكان ارتفاع الشباك كام اثنين متر. كانتاني الشباك كان بدء بقى واعده بارتفاع اثنين متر. وارتفاعه كام اثنين متر. دي مسافة بتاعتي متر اثنين 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 واحد. طيب خليها نرسم الشباك. او شباكين يعني. طيب كده رسمنا اللي يجب. طيب كده رسمنا اللي ايه. رسمنا الشباكين خلينا نخفيف خطوط العام. الواجهة دي ما فيهش ايه. ما فيهش مشكل خاطص طيب. خليها بقى ايه. ندخل الجزء اللي بعده. الجزء اللي في النص ده. الجزء اللي في النص ده كأنه ايه. كأن انا عندي فيه مبنى صغنون كده. المبنى صغنون ده ماله. كان المسافة اكس هنا اربعة متر. وجوه ديبس كام. اربعة. تمام. فكأنني عايز ارسم كأنه اذا ارسم مبنى صغنون ده. بس مالوش ايه. مالوش وجهة من قدام. يعني الوجهة اللي قدام دي مالها. مش هارسمها. الوجهة اللي واربسه ايه. اللي هارسمه هو اللي على الشمال وعلى ايه. وعلى اليمين. وبعد كده نشوف هنرسم الباب ازاي. طيب. يبقى خلينا نقول كده ان انا محتاجة ارسم حاجة اربعة متر. في الدبس بتاعها كام? اثنين متر. وارتفاعها برضو ارتفاعها كام? تمانية. يبقى انا همشي. مسافة اربعة متر. نروح هناك. تمام كده? طيب. والنحية التانيك. مسافة كام كانت? اثنين متر. طيب تمام. اربعة ايه? والتانية اثنين. طيب. وكان الارتفاع بدء من عندي كام? لانتقل ده كمان. عشان ايه? مانتوش. الارتفاع عندي كان لحد الارتفاع كام? التمانية متر بتاعتي. ولا ولا خليزة اموت. طيب. يعني دلوقتي. لو انا كنت تبارس المبنى ده. كنت انا هطلع هنا كده. واطلع فوق. فأنا كده جبت الايه? الوجهة اللي في الوش دايه. هنحط ايه? خلينا نحط نقطة هنا كده. طيب. طيب. دي الوجهة اللي كانت فين. دي الوجهة اللي مفروض هنا كده. اللي انا مفروض بش ارسمها. بس انا بجيب بس الارتفاع بتاعتي عشان اعرف ارسم ايه? الجزئية دايه. انا كده عملت يعني كده جبت الكورنر بتاع ايه? بتاع الوجهة دايه. اللي هو هنا عندي كده. ده كان كورنر تحت شمال دايه. فوق وده فوق. طيب. عايز جيب بها ايه? عايز ارسم الجزء دايه وعايز ارسم الجزء دايه. هرسم الجزء دايه الاول. بقى كده ارسم انه ايه? الجزء التاني دايه كده. طيب ازاي? النحية الثانية عشان ارسمها. كنت انا بقى اجيب من عند نهاية الكورنر وارسم قطرة. لابع انش انج بوين. عشان ارسم ايه? اتجاهها. كان عندي ده وده هتقطع فين؟ هتقطع هنا كده طيب مطلع عشان اجيب نهايتهم فين بالزبط فيبقى نهاية الوجهة اللي على الشمال اللي هي تقى مختفية يعني يعني كل ده مختفية بس انا بجيب الكورنر برزة عشان عارف ارسم ايه عشان عارف ارسم الجزء اللي هيبقى ظاهر يبقى انا عندي كان عندي ايه؟ يعني خلينا نرسم كده حاجة وهمية حاجة وهمية اللي انا هرسمها دلوقتي كده يبقى انا عندي اللي انا رسمته ده اللي هو باللسود الأنتقيل ده ده كأنه بيمثل ايه؟ بيمثل الوجهة دي والوجهة دي تمام؟ الوجهة دي اصلا مالها دي مش موجودة والوجهة دي مالها ده هتبقى كلها مختفية زي ما انت شايف كده طيب بس انا بارسمهم له عشان اعرف اكمل أرسم الوجهة دي وعراء فارسم الوجهة ازاي؟ عادي خالص كأننية باجيب نهايات ايه؟ نهايات الكورنرز الثانية ازاي تبانى باجي بارسم خط راه لبانشينج بين كيني بارسم السطح بتاعهم يعني السطح لو بيقفل ستريت ليفل بشابه اين عندك بس انا بعمل الكلام ده ليه عشان اعرف نهاياتي فين عندي فده كده ايه يعني لو رسامة خطة يلده كده ده كده بيمثلي ايه ده رسامة خطة يلده كده ده كده بيمثلي بيمثلي السطح بتاع الايه السطح بتاع البيت الوهمي الي انا عمله ده تمام اللي هو ليه انا رسمت عشان اجيب نقطة تقطع دي دي الكورنر دي لها بتتمسلي فين اللي هيتمسلي الكورنر ده يبقى انك اللازم اعمل الكلام ده كله عشان ايه ارسم ده خلي بقلق انا ارسمهم مدامك بس انت في الحقيقية يعصن ايه مش هترسم مال حاجة انت مجرد هجيبوا النقطة التقطع دي بالايه بالمسترى مش اكتر من كده ارسمها بس عشان لا تقوم بإمكانك الانترسيكشن بوينت داية لان نمسح لكده خلاص جبت الانترسيكشن بوينت بتاعتني خلاص جبت الانترسيكشن بوينت بتاعتني انا عندي الجزء اللي هيبان ناحية نعمل حتى اللون احمر ستضحن احمر يبقى لانا الاحمر لان رسامته بمثل ايه بمثل الحيطة دي كده دي الوقفة دي طب الحيطة الوجهة الودام دي اللي مفوض فيها الباب هتباني ازاي بقى هتباني الجزء الايه لو مفوض راح لحد هنا كده بس كده بمثل لما الجزء عندي دان مختفي بالبس ايه يبدل هتبانى ايه هيبان من يبقى لنك كده رسمت ايه يبقى لانك كده رسمت ايه يبقى لانك كده رسمت الوجهة الحيطة العليمين على الرسمة الحيطة في اوشي انه يبقى جزء الى مجيدة رسمت الحطب دي. طيب. ناقص ارسم الباب الموجود. الباب الموجود ده كأنه كأن الباب ده كان موجود هنا على مسافة كام. يعني هوا هنا كده كده مسافة دي كام. دي واحد متر. اللي هي المسافة دي. طيب. وعلى عمقه كام اتنين متر. يعني كأنك ايه كأنك خدت الباب رسمته في الواجهة الوهمية اللي هي بش مرسومة اصلا. تمام وكأنك شفتت جواه مسافة كام. مسافة اتنين متر. فخلينا نعمل ايه؟ نعمل نفس الكلام دي انا ارسم الباب في الواجهة اللي قدامي دي اللي هي مفروض فين؟ اللي هي في الو Augenية اللي انا بش رسمها اساسيا. اللي هي مفروض في الواجهة دي كده. هرسم الباب فيها وبعد كده هنقل بdrum جوه في الواجهة الموازية لها جوه. نرسم الباب نعم. طيب. يعني الخط اللي هرسم دي مفروض يتمسح. مستخليه إليه بسم قطاً دراقتي ودامك حتى نرسّم الواقع الوهمية يجب أن تقوم بقيت كل رسمه لأنها ترسّمها السيان، هذا الواجهي لسها اللي هي ولا دي ولا دي هيبانه بالشكل ده اساسي السيان ده اصلا مش هيبانه ولا اخدر ده فيه جزء بس بسيط منه هيبانه طيب تبقى انا هرسم الباب ازاي الباب يبدأ مسافة واحد متر اكس دي واحد متر طيب تبقى انا هاجي هنا مسافة واحد متر خليها بس نبقى نخفف بيت الخطوط طيب خليها نعمل دابل مختلف كده بيكون اصفر مثلا بيكون بيكون ما انا نعملو و ليكون مسافة الاستفاد دي كام؟ واحد متر طيب والباب بعد كده عرضه كام؟ عرضه اثنين متر اثنين متر بقى واحد اثنين واحد طيب الباب بيبدأ منها هرتفاع zero لحد هرتفاع كام? اثنين ونص متر نهاية الباب الواهمي المفروض يكون موجود هنا ويكون موجود شيء هذا الباب الواهمي الموجود في الواجهة السيان هل انت هتعمل الكلام دي؟ هل انت هرسم الباب استغرقته هنا هنا الآن نقطة هنا 20 نقطة 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 يو shoots ارسم كأنك أيه؟ كأنك عند انا قمي بي شباعم إذا كنت أن اتحتاج هذا الطب انوmanuel وبدأ بأن يقوم بماك اقوم بهذه السابقangan أرسم الباب فانا رسمت الجزء الى قدام ده فانا عزا نقله بقى الجوه فهرسم الخط ده او الوجهة دي والوجهة دي اللي راح فين في الاتجاه التاني تبقى انا هرسم ده كده راح في الاتجاه التاني ده راح فين في الاتجاه التاني ليه باعمل كده عشان دلوقتي انا حاخد النقط بتاعتي دي وانقلها للوجهة الخضره الخاصين اللي مساح type ده يجعل تمام、 وانقال كده خلاص الخطين اللي تحت د fame خطبت انقلتهم هنا لما انقلت هنا هطلع لحد فين ما لازم اعرف قد انا اطلع لحد فين. فعشان كده الخط اللي انا رسمته ده يحدد لي نهاية الخط بالحمل فانا تهبح حدث استقلت نهاية الخط ب بقى؟ سواء من نقطة ده او منثن هذا double cróc cam يبقى الخط التاني ده الي يحدد لنهي حطلع لحد فين بالضبط ما يبقى آetta لما كده احديت نعمل ايه كنت ترسم خط كده وخط كده طب الخطين دولت هيطلعوا فين؟ انا لازم اعرف نهيتهم فين فانا حددت نهيتهم فين ايه اللي هم الخط ده او الوجهة دي والوجهة دي فعشان كده كان لازم ايه؟ ارسم تجاهته فعشان جاء رسامة الخط ده كده وهرسم الخط ده كده يبط القطاع بتاعتي يبقى ده وده يبقى انا كده جبت لايه؟ جبت اللي 4 نقط بتاعتي البفين في الوجهة الخضرة بتاعتي تبقى اني هيبان خلاني مساح بها لايه؟ الحاجات اللي انا مش محتاجينها ده باش عايزوا وده ايه؟ نقطة باش عايزة ونقطة ايه؟ مش عايزوا يبقى انا عندي البف بتاعي هيبان ازاي؟ هيبان هيبان ايه؟ هيبان جزء بتاعي خلاني نحط نعمله بلون ايه؟ بلون اللغة نعمل هنخفف خطوط العمل تمام كده انا كده رسمت ايه؟ رسمت الجزء بتاع البفين في الوجهة اللي باو عندي اللي انا عملته اللي انا عملته ايه؟ اللي انا عملته ايه؟ اللي انا تخيلت البف ده كملت الجزء بتاعي كاملته ازاي؟ فكاين ده انا عملت هنا ايه؟ ممنس غنون كده الممنس غنون ده هنا ده اثنين متر وده اثنين متر وده ايه؟ اثنين متر فانا هجيب الكورنرز بتاعتي بس انا هختار انا همين عني كورنرز انا همين الكورنرز اللي جوه ده فانا جبتوهم سواء من فوق سواء من فوق او من تحت و ايه؟ ورسمتو يبقى انا كأن كان عندي الباب ده ايه؟ هنا كده وشفتو فين؟ شفتو لجوه كأن الباب ايه؟ باين بحاجة كأن الباب ده ايه؟ وهذا كان السب Scout الجوهد في الجوهر وهذا كان medias من حيواني وه Essa والموى على الشمال وهو في الجوهر الوجهد exams فانا هميني الثاعة والذي وصلت وشوف من النحلي وانهل من غناء وانهل محتفى يعني بتت wirklich هنا كل ماه ايه؟ كأن كان خطة الباب وشفتت第一غوهد حسناً، أرسمت ماذا؟ حتى أن أقصح بأسينة، أنت موجودة أصنع أرسمت ماذا؟ رسمت الجزء الذي في النص عندي يبقى أن تظهر ماذا؟ بالشكل الأخمر، والشكل الأخضر حسناً، دعنا نأخذ ماذا؟ الوجهة التي بعدها حسناً، الوجهة التي بعدها كانت نفس الوجهة بالظبط، فنقرر نفس الكلام أخذ ممكن أن أخذها كونس رول سي هنا ومراسم الخطوط المساعدة حسناً، دعنا حسناً حسناً، حسناً نحط نحدد نهاية الوجهة هنا حسناً، 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 حسناً حسناً، حسناً ماذا أصبح؟ ما الذي فعله؟ حسناً، نحط الخطوط من المرسومة، يجب أن أرسل خطوط الأعزاء يجب أن يكون هناك الشباك هذا الشباك يجب أن أضغبط في الخطوط يجب أن أقوم بإمكانهم ماجينتا مثل هذا ماذا أرسل؟ أرسل الواجهة الثانية أريد أن أرسم هل أرسم البداية؟ أرسل أرسل رسمت الخطوط بالمناسبة لنهاية الواجهة أرسل سوف نرسل الزيرو لول فاللغة التعطي هي تبقى مزين لها تبقى نهايتها نحن نرسل نشي بزر تاعفوق ها يطعم الفوق نرسل نرسل اوكي 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 اتعار ها نعملkea برضو ايه مللغة اللذرع برضو ateursل هذه الوجه ناحية الشمال هناك ناحية الشمال وجهة تحت وشباكين فوق نفس الارتفاعة آخر هناة كدة öyle نحن نضع المسافة في الباب اللي هو كالنهاية الباب عندي لحد هنا طيب تماما نضع المسافة في الباب نضع المسافة في الباب العرض النهات كان هذا واحد يقوم بقى 2 متر ما كان هنا على هذا الشباك الثاني كان يبدأ من هنا ومنتهي هنا حسنا نحن نرسم نحن الشباكة نحت الشمال نخفف هذا وضع العمل كان ايدي رسمته ممكن حتى نصغر النقاط طيب انا كده ايه كل حاجة نقص لي بس ايه نقص لي المأزانة اللي على ايه اخر الوجهة بتاعتني هناك المسافة دي كده دي كده ثلاثة ومسافة دي كده كامة ثلاثة طيب وارتفاع المأزانة عندي كان لحد نهاية هنا كده 16 متر انا كارفه الجزء كامة اربعة هنرسم نحد 16 متر الاول انا عندي هناك كده ثلاثة النحية الثانية كانت فين دي ثلاثة حد فين ثلاثة قد اتكده طيب تمام يبدأ ايه ثلاثة وجزء ثانية ثلاثة لان ارسم بقى نهايتهم اول اول كامة 16 متر عطي قتلي فوق خالص كده خلا نطلع اضافين فوق شوية اوكي هنا نعمل مثلا لون مرتقوني أو شيء ماشي ماذا الجزء في الوجه دي من الوجه نحط تانية نحط نخفيفهم بقى نقول لك تستنى شوية طيب الوجه نحط تانية هنا كان عندي العرض كام ثلاثة خطي هو يقطع فين ويقطع هنا هو يقطع فين هنا كده انا عندي جزء نرسم الاتجاه من فوق انا عندي جزء انا عندي جزء نمسح بقى نمسح الجزء كده يبقى انا عندي يبقى انا عندي جزء العالمين خالص ايه هيبقى حاجة زي كده طيب ماس الجزء فين؟ الجزء بتاع رأس المأزانة عندي حسنا رأس المأزانة عندي سأتلقى سأتلقى في ماذا فين؟ اللي هي في نص المسافة من هنا ونص المسافة من هنا يعني هنا واحد ونص يعني مسافة دي كده واحد ونص والمسافة دي كده كام كأن انا بققى اخوة اخوة الايه من المسقط في المبنى من علامة اليمين خالص ماذا في فترة اذا اذا انا ممكن اخوة كانت اخوة الجزء منك كانت اخوة الجزء منك ومن الحساس اذا انا لا اوقفه هنا مثلا انا اخوة تعطي نقطة تقاطع فأحوة لدي المأزانة يعني انا ارسم هذا المبنى بالت wield كنت أرسم هذا المبنى نرسمه ونأخذ النقطة من فوق سأكملوا الارتفاع أيضا أربعة متر هذا أربعة متر نضج الارتفاع نضج الارتفاع هذا مكانا هذا المكان لا هذا ما يعد هكذا نأخذ الاتجاه ده نتلع لحد فين لحد عنده طيب انا كده جبت الكورنر ده وده وده احتفين الكورنر اللي جوه هنا لابش باين اصلا بس لازم اجيبوه ارسم ده بتاعتي ده كده طيب انا نقصد ده كورنر ده كورنر ده كورنر ده ايه كورنر خلينا حتى نخففهم عشان انت نتوش اوكي 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 يبقى ده شكل الايه شكل السطح بتاعين من فوق من ارتفاع فوق السطاشر بمسافة كامل اربعة متر كامل يعني لو رسمت تقاطع بتاع ديامترز بتاعته هجيب لي ايه هجيب لي نقطة التقاطع المأزانة بتاعتي يبقى انا ارسم كده اوصل يعني كده رسمت ايه رسمت رأس المأزانة منين من فوق تمام هي المسألة انا بخليها بس معكم بالتفصيل قوي يعني بس بش هتاخد دلوقت اذا طبعا يعني بس هتاخد دلوقت اذا طبعا يعني لما اتاخد نقطة واترخل به الدبس الجوه والكلام ده كله يعني تبقى مركز بس نطوش يعني وانت بترس أوكي توفي وانت وانت ترجمة نانسي قنقر